طيب وزارة الهجرة والسفينة نبيلة مكرم مع وزارة القوى العاملة والوزير محمد سعفان اعلنوا النهاردة على ما يسمى بوثيقة وثيقة لحماية المصريين في الخارج او لرعاية المصريين في الخارج والحقيقة الكلام ده انا مش اول مرة اسمعه يعني الكلام ده جعل لسان يمكن السفينة نبيلة مكرم اكتر من مرة ان احنا بنفكر نعمل كذا بنعمل كذا بنحاول نعمل كذا النهاردة اعلان رسمي من الوزير والوزيرة على هذه الوثيقة